فيه كمان موضوع انتشر وجالي والناس بيقولولي كنا منتظرنا تتكلم انا ما بتدخلش في امور شخصية جمعا ولكن مدام معايا فاروق اخد رأيه احنا ناس محترمين ما بنخشك في الامور الشخصية البلاص عليه احكام نصب واحتيال والناس بعثت لي الاحكام وبيقولولي لازم تتكلم منتو عرفين من البلاص نصب على ناس في مبالغ كبيرة جدا وصدرت احكام بحبسه في شكات بدون رصيد وقضايا نصب فيا جماعة يعني الجماعة اللي بعتولي من بلدنا ومن عندنا من سهاج انا ما بتكلمش في الامور الشخصية هذا امر شخصي انت عايز تفضحه اعمل فيديو على صفحتك وافضحه لكن انك تتهمي انت النهاردة جايان رسالة احنا كنا متوسمين في الخير انت خزلتنا كان لازم تنصرنا الناس قلت لنا عبد النصر زدان اعقف جنبكم وعايزين يأملوا مكالمات تلفني يا جماعة ابعدون يعاني الاعراض والامور الشخصية نصب لنفسه محترم لنفسه ولكن هو معروف انه نصب من زمان نصب وتنصب عليها وعايش في توب مش توبه ومريض نفسيا وتعبان وريحة منه وحكايته حكاية البلاص نصب وانا ما بحبش اتكلم في امور شخصية يا رسالة فاروق لا طبعا احنا ما ركبش في الامور دي بس هو معروف اصلا هو اختف اصلا ما عادش بيظهر بيطلع كده في لايفات صغيرة كده بيطلع هو اصلا هو الوف الرياضة هو الوف اي حاجة هم ارشين هو عالين من السمك بيطلع اشترا شوية كام ساعة على الهواء الغادة ما البروز خلصت والنصبية خلصت رجع تاني وقعز في البيت لا هو فاهم كورة ولا فاهم رياضة ولا فاهم في اي حاجة وبيطلع يقول اي كلام في اي كلام لا يا راجل اعب عليك فاهم في البلاليص هااااااااااا هالوح العظيم حاجة حاجة بذيحة يا عمي فيا جماعة اجين بقولكم على الهواء ما يبردوني على الأمور الشخصية